النداء والإناء يقول السائل لقد سمعت حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ما معنى هذا الحديث وهل لمريد الصيام أن يأكل أو يشرب أثناء أذان الفجر الجواب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم رسول الله سيدنا محمد أما بعد ذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربع أصحاب المذاهب وعامة فقهاء الأمصار إلى وجوب الامتناع عن الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق لمن أراد الصيام سواء كان فرضا أو نفلا أو واجبا ودليلهم قوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر وقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَهُمَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة رواه الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ثانيا أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه هذا الحديث محمول على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق يعني هذا الأذان هو الأذان الأول هذا الأذان كان قبل طلوع الفجر الصادق يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام أي في فمه طعام فليلفظه يعني يجب عليه أن يخرجه من فمه ويتم صومه فإن ابتلعه يعني أكله بعد علمه بالفجر حكمه قال النووي بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رواه الشيخان وفي الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وفي رواية وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى وقال هذا صحيح على شرط مسلم وروى هما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلامي من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث بن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال وعلى هذا تتفق الأخبار والذي نستخلصه من ذلك أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فلا يجود الأكل ولا الشرب لأن وقت الصيام قد بدأ هذا إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق وبما أن المؤذنين في بلادنا يعتمدون على التوقيت المعروف وهو توقيت صحيح إن شاء الله تعالى لأنه معد من قبل لجنة من أهل العلم الشرعي ومن قبل علماء مختصين في علم الفلك فيجب الالتزام به وهذا ما عليه جمهور الفقهة والعلماء والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة في العالم الإسلامي والمراد بالحديث المذكور في السؤال هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادية كان ينادي قبيل طلوع الفجر الصادق ولو لم يكن كذلك لتعارض هذا مع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والإنسان المؤمن يكون حريصا على براءة ذمته في العبادة فيتقي الشبهات لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمؤنينة وإن الكذبة ريبة رواه الإمام الحاكم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما لذا يجب على الإنسان المؤمن أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر الصادق بالساعة والدقيقة ولماذا يعتمدون هؤلاء عليها في أداء الصلاة ولا يعتمدون عليها في الصيام إذن فالحديث محمول على أنه إذا تيقن الصائم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت المحدد الصحيح بالتقاويم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يتقبل من الأعمال الصالحة إنه ولي ذلك ومولاه وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين